اشتركوا في القناة أكونت من أهل السنة والجماعة من الزيدية من الإبغضية من الشيعة من من أن تكون صالحا لأن الله أرادك صالحا هل يغنيك أن تكون من أهل السنة وأنت إنسان طالح مسكين أنت يا فاطمة بنت محمد أعملي لنفسك لا أغني عنك من الله شيئا هل نريد أكثر من هذا لكن نقول ولا نفهم نقول ولا نفقه أبدا الله لا يؤتى بالشعارات لا يؤتى بالعنوين الله يؤتى ماذا بالحقائق والحقائق ليس ما كتب الملكان ما رأيكم وهذه مصيبة أخرى الحقائق يوم القيامة ليس ما كتب الملكان لا ملك اليمين ولا ملك الشمال يوم تبل السرائر وحص لما في الصدور الله قال الحساب يتم على مراحل أول شيء لا بد أن يؤتى بالكتب اقرأ كتابك وهذا غير كاف ثم بعد ذلك لا بد أن يخرج ما في قعر النفوس والصدور النواية الحقيقية القصود الحقيقية التي غابت عن الملك الملك كتب العمل الصالح وكتب الحجة وكتب العمر وكتب ختم كتاب الله وكتب الصدقات ولكنه لم يكتب النية لأنه لا يطلع عليها يطلع عليها رب العز لا إله إلا هو يوم القيامة يدخلها في الحساب فإما فزت وإما خبت نعوذ بالله من حال الخائبين ونسأل الله أن نلتحق بالفائزين الظافرين وحص لما في الصدور يوم تبل السرائر ولذلك ورد في الخبر أن الملائكة ترفع إلى الله صحف الأعمال فيها أعمال طيبة بيضاء مباركة فيقول الله ألقوا هذه ألقوا هذه أضعوها 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 لماذا يا رب هذه أعمال طيبة فيقول عز وجل لم يرد بها وجهي